السلام عليكم بنات كديرين لابس اليكم كديرين مع صحاك انتمنى انكم كلكم تكونوا باخروا على خير نهار جديد روتين جديد بإذن الله روتيننا ديال اليوم شاء الله ما تنوع فيه شعب فيه الطياب فيه كل شي مجموع في هاد الروتين المهم ما دي نشارك معكم هاد النهار كيف ما هو اي حاجة درسف هاد النهار غادي نشارك معاكم بلا ما نطوله لكم نخليكم ولكن البنات قبل ما تفرجوا في الفيديو عفكم ما تنسوش انكم تشاركوا في القناة وتشاركوا الفيديو ديالي وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد يوميا مع التاتة لأشياء كنحط لكم فيديو جديد كنتمنى انكم تكونوا في الموعد من نسبة للأخوات اللي كيبغوا تواصل معايا اكتر في الانستجرام ليهو طبخ ليلا مرحبا وارف مرحبا بلا ما نطوله لكم يلا فرجة ممتعة اول حاجة بديت باب طبيعة الحال بعد ما طرفت الدار هي التامارة كاملة هنا دست نوجد العجينة ديال المخامرات غادي ندير اه تعريبا ندرت واحد خمسمائة جرام ديال التاع الكامل وممكن تعودوه بالفينو ودرت واحد رابعة ديال الفورس يعني التاع الابيض درت معي الاكبيرة ديال الخميرات الخبز وكن اجن صافيت شيلي كندير ما كندير فيه السكر الاولو كان اجن بالمادافي انتو ما كيف غادي نشوفو معايا غير كان جمع لاجينه صافي كان نخلطها مزيان يعني بدون ذلك بلواله هكا ندير نفس العجينة دير الخبز يلي كندير بها المخامرات موم غادي ننضف الماء بشوية بشوية حتى نجمع العجينة نحاول انها تكون مرخوفة كتلصع في اليدين غادي نغطيها ونخليها تخمر خليها ترتاح لها رحت رحتها وديك الساعة غادي نرجع معكم خليت الخبز الخمر وندس المباشرة نوجد واحد الريب نحن من نوع اللي كنا ناخدو الياغورت بزاف أولادي كيعجبوهم بزاف أعزيز حتى وكيعجبوه بزاف سافي ما بعيدش بغان ناخدو داك الياغورت اللي تكون واجد واللي تكن مجدو لهم بوحدة في الدار دائما غير كيسة اللي كان اعودو راش حمل مرة شاركتو معاكم موم هناخدي ديج اترو ديال الحليب ما الأفضل تاخدو الحليب اللي كيسة للمدة صراحية دياله دغية وغدين يعني غدين الباكية وغدين ضاف معاجوج حتى نضعف المكونات غدين ضاف معاجوج أكياس ديال الفاني وغدين ضاف سبعات مع العكبار ديال السكر سانيدة بمهم السكر كيبع على حسب ضع ممكن نزيدو أولا تنقصو غدين خلط كل شي مزيان ونديرو فوق العافية حتى كيغلى غدين ندوز كذلك انو جد الربيع كان بارح كانت اديت عادية واخديت الربيع حتى نقيتو ودرتو غسلتو وخليتو كي تنشفلي لك كاملة من الأفضل البنات الربيع تخليو ينشفلي لك كاملة باش فاش تطحنو ما كي يجمدش ليكم هاتي لابع فيه الماء كي يجمد وما كيبغوش يتقطع ليكم يعني ما كيبغوش يترس ليكم وخد دروه في بلاستيكا وخد دروه في السوبيرة كيبع عليكم مزيان إلى نشف مزيان المؤمنة غدي نطحنو في هد الحفيرة هذي وغدي نعزل شوية غدي نخليه في الارعاء صراحة هات شي اللي يزلتو في الارعاء في الأيم يعني فيش يكون عندي ربيع كتير كان أخلي شوية بلاستيكا واندر فيها وراء المطبخ وانغل الفوم زيان بوراء المطبخ واندر في بلاستيكا واندر في تلاجك يبع اليه مدة طويلة هاد المره ما كانش عندي ربيع بسزيف عمر صغي واحد القريعة وقدرت بلاستيكا في الفريغوش إذا كنت أريد أن أعطيكم الأرعى مدة طويلة، فإن أضافوا لها في هذا المجمد أنا أعرف راتي سنستغل لغير هات يومين هاتي هذا الشيء الذي لا يجب أن أقوم بها لغيره و أبقيتها مزيانة و أبقيتها مزيانة و أقوم بها في كل جماعة في المجمد كذلك بالنسبة للخص، أخذته و أغسلته مزيان و أخذته يتأثر مزيان ليلة كاملة بها الطريقة هاتي ممكن يبق عليكم حتى الخمسة تشر يوم كي يبقى مزيان خذيت ورق المطبخ درته و أولف هاتي العلبة دي الزاج هاتي العلبة البلد دي الزاج صغيني بساف عمليين ممكن دير درس واحد الكمية و كندير ورق المطبخ أو تاني كنزيد كمية أخرى على حسب الكمية اللي عندكم دير الخص سوف يكن حساف ضفيف تلاجة و ما بغيته كنجبدو بلا ما كان غسلون سنتين شف مباشرة كنخدم بيه و هنا دست الريب ديالي عندي جوشك العلب ديال الياغورت بنكهات الفاني ولي كيشي زوين البنات ضفتهم و لكن الحليب من بعد ما كيغلى كتخلي وحدك يدفع يعني فاش كتخشي وصبعكم في الحليب ما كيحرككم مش كيكون دافي ضروري يكون دافي و لكن ما كيحرككم مش في ايديكم سوف يضفك الياغورت و غادي انحرك مزيان حتى كان يبالي الياغورت داب في الحليب سوف يخويف هدوك الكويسات اللي عندي بالنسبة لهذه الكويسات بزاف البنات كيسولوني مني اخذيتهم كنت اخذيتهم من صغيرة هذا بعندي تعريبا شعام هما عندي او لأقل منها مشي شوية المهم زويني بالساف انا غادي نزيد منهم حتى الرسل يمكن واحد او لاجوج مهم غادي نزيد منهم هد زويني بالسافة لبنات هادو حاجة وحدة اللي فيهم خيبة هو الغطاة ديالهم كيتقطع مع المدة كيتقطع ولكن مش مشكلة انا الاهم عندي هما الكويسات هيت نقدر ندير لهم غير السلوفان و نديرهم في التلاجة و بالنسبة له درايبة لبنات كيبقى لي اكثر من 15 يوم في التلاجة مزيان ما كيخسر مواله كيف كتشوفوا معي هنا من بعد ما عمرت الكويسات وضطيتهم بالغطايات ديالهم درت الماء يغلى و كنناخد واحد طنجرة كنحط فيها الكويسات كنخوي فيها الماء بحلها كيف كتشوفوا ما كنعمرش كندير النص ديال الكاس اللي كنعمر ديال الماء هادي نخطي ونخطيه مزيان بالمانطة شفتوا معي هاد المانطة مخليها غير الخبز و الرايب هكا كنخطي بيهم مو مخطيت بيهم وخليتو واحد ثمانية ستواعت عريبا او لا غير ستتواع تكون واجد من بعد ستتواع حليتو رأيتو جمد دخلتو اللي جاي برد او صافي تكون الرايب ديالنا واجد صافي خليت الرايب ديال الحريرة او بالنسبة للحريرة او خليت شوية منها ديك ربع اللي تحنت و شوية ديال الكرافز حت كنت تحنتها الكرافز وماللي درتهم قلت من حتهم بقعن طريين دير بيهم شي كوكوت ديال الحريرة او الموهم درت الحريرة اللعشة او درتكم مخامرات انا غدين وريكم مخامرات كيف اجدرت ليهم بوحد طريقة اللي سهلة ما يحتاش انكم الطيب والحوشة نهائيا مو ما انا خديت الخيز و تحنتو خديت الكورجة تحتها هي تحنتها عندما هاد الهاشوار اللي بنا تفن بالساب إلا لقيتوها غير خودوها كالتحنوها كالتحن مزيان مزيان موهم تحنت الخيز و تحنت الكورجة اه تحنت كذلك الفلفلة حلوة حمراء وخضراء تحنت البصلة إلا ما عندكمش الهاشوار ديرو غير الحكاكة حكو فيها الخضراء وفي الفلق تقع طريفة صغر وبصل طريفة صغر قدرت شوية ديان التومة قدرت العصبر و مع الدنوس كيف قلت لكم اراحي تستعملوا بثافة تكشيش من دفت الشليد السيت بالنسبة للتواب الخرقون بلدي شوية البزار شوية سكنجبير شوية الكامون شوية العصبر يابس مطحون ومليحة تبقى الملحة لحسب الطوع ديالكم كذلك قدرت شوية تحميرها بالشاطين اللون وصافي وغادي نضيف شوية دي زيت الزيتون هادي نحرق كل شي مزيان ونحاولوا اننا نعصروا هاد هاد الحوشوها هادي باش ما تطلعش لنا الماء او لندلوه في شي شبيكة تقطر لنا من الماء اللي كتطلع الخضراء سافدة بغادي ندوز لجينة بعد مما خمرات وارتاح سمزيان كنناخد شوية ديالتاع الكامل كنشكل جينة كورات بالحجم اللي بغيتو انا درتوا مطو ستين مكبار ما صغر هانتو مع كيفاتو تشوفوا معي بطريقة سهلة كناخد كورة وكنسرها شوية وكندير من وسطها كمية كتيرة من الحوشوه البنات غير كتروا الحوشوه كتجي لديدة اكتر ما كتجيش ناشفة من الوسط يعني ما كيجيش بحالة كتزاكولة غير المخامر ناشفين لكترتو كتجي بنينة المهم هانتو ما كيف كتشوفوا كنكورها وكننعاود نخليها ترتاح خمسة دير طاعة باركاليكم سافي وكندير مباشرة مدنطيب فيهم سافي يخمرون المرة الأولى لا يحتاج انكم تقرسوهم وتخليهم يخمرون مرة أخرى سافي مدنطيب فيهم في المحلة انا عندي هذه المحلة دي البغرير كتطيب المخامر فنين هذك شيء لاش خليتها خاصة غير بالمخامرات كتنفخهم مو يما غدي مقعنقل بغير اياه كناصيحة بالنسبة للمخامر فاش تتبغوا طيبهم يلاه يبدو يشتدو رازهم متخليهم مش حتى يتحمروا سافي مقعنقل فيهم كنقل فيهم باش يتنفخو لكم من الوسط وجيكم خاوين من الوسط ماجيش فيهم من البابة سافي ونخليهم حتى يتحمروا مزيان انما كان نضيف له زيت لأوله بالنسبة لطقائق حيث كنكون مكترة شوية للطقائقة الشبالية بدأت يتحرك كان ناخد واحد ورع المطبخ وكان بسهل المعلى وكان نعاود نحطها نطيب فيها سافي بها الطريقة كتكون طريقة سهلة دي المخامر سافي البنات كيف كتشوفوا معايا هنا يرا أبعا كيكمل في المخامرات دي اللي كان طيبهم الحريرة هرا هكا طيب تواجهين دي العازي تساوكي طيب مهم كل شي وجدته هدي عندو سنوجد واحد بسبوسة غادي نوجد لها السيرو والول كان ناخد كاس دي السكر وكاس دي الماء وكان ديرهم فوق البوطة حتى يغلوهم مزيان وكان طفع اليهم واحد البانيو درت فيه جوجة البيضاس عباسات الملحة سكر بنكهة زهرة البرزو عال وغادي ندير كذلك سكر نص كاس دي السكر مكتر حيث عندنا سيرو غادي نسعيوا بسيرو وتوحلو المهم درت هنا سكر بنكهة زهرة البرزو عال وغادي نخلط كل شي مزيان من بعد غادي نضيف واحد كاس لاروب دي الزيت وكننخلط مرة اخرى مزيان كنضيف كاس لاروب دي الحليب كان نخلط مزيان وغادي نزيد جوج مع الاكبار دي المربع الخاص بالحلويات كي خلي البسبوسة دينا نجي معلكة كذلك غادي نضيف واحد جوج خمارات كل خمارات فاتميني جرام يعني 16 جرام غادي نضيف كذلك جوج كيسان دائما لعبار بكس العنباء جوج كيسان ديال السميدرقاء وغادي نخلط كل شي مزيان غادي ناخد واحد المول اللي كيدخل الفران كندهنو بشيات الزبدة وكنخوي في الخلط ديالي كندخل البسبوسة ديالي الفران حتى كالطيب وصيرو كنكون نطفين عليها تكون برد فاش كنخرجو مباشرة البسبوسة كنسعيها باتكس سيرو اللي تكون بارد خاص واحدة فيهم يكون سخونة إلا كان البسبوسة سخونة خاص السيرو يكون بارد كان السيرو سخون خاص بسبوسة تكون باردة الوصفي من بعد غادي نسعيها باتكس سيرو وغادي نزينها بالكاوكا وإيفيلي واللي كان مسوفر عندي حمارتو شوية وزينتها بي واتبنات من بعد ما كملت كل شي سعليت القوتي سعليت العشة بكري كل شي صيبتو بكري الريب حتى هو وجد معاديك الخمسات قريبا بدرتو في كلاجة حتى هو يبرد هانتو من بعد المجمد كنديرو فات الشبيكة وكنخليه في كلاجه واللي بغادي شي واحد كي يجبدو هنا كانت ماما جات هايت كانت غدو زمعية السيمانة دي للعطلة لابا راه دخلوه هنا كانت سجلت الصوت وماردخلوه مدراسة يلا بدي داري مدراسة يوصف البنات هوا الريب دينا واجد سعليه حتى يبردو اللي بغادي ياخدو طفل البنات هنا كنت ساليت كل شي طفل الحريرة كل شي وجدتو كنا درنا القوتي فجات ماما درنا مباشرة القوتي وصافي وقلسنا كانت تفرجو مع الدراري ماما كانت قالت اشد امال احنا يقالسين كنت تفرجو مو مساجهة هنا ما كانتش عارفة مالا كانتش تشوفني شد التليفون تقول لدي مالا شنو كدير صافي بعينا قاسين شوية نضع نتعشا وحطة الحريرة والرغيفات او المخيمرات صافي اجي وقت لعشان نتنصخ المخيمرات ديالي وصخن الحريرة يوصف المعذاب البرد كل شي دغي دغي كي يبرد صافي مشي نتعشا والحمد لله الله يدومها نعمة وحفظها من الزوال يا ربي وصافي هنا قد ينستمعكم الفيديو والبنات حتى نطلعو ان شاء الله فيديو جديد ووصفها جداد وروسينا جداد بإذن الله نخليكم في أمان الله اشتركوا في القناة